لإيه اللي خليك النهاردة تقول لي احنا عايزين نفتح ملفة الصناعة لأني أعتقد أنه الرئيس السيسي بشخصيته وقدرته على تحريك الأمور بسرعة ممكن يخود ثورة صناعية حقيقية في مصر ده متطبط بمشهد مبارح بمشهد مبارح الصناعات الأساس ومنظر دوميات وإمكانية تحويل مصر إلى مجموعة مصانع صناعات صغيرة أو صناعات متوسطة يعني مش بالضرورة أن الصناعات بصناعات تقيلة أنا مش الاتحاد السوفيت السابق إنما يقدر نعمل صناعات كثير جدا السجاد الأساس الفخار الصيني أنا متذكر أستاذي الله يرحمه كان فاتيكيودس أستاذ علوم سياسية شهير كان يقولي أن مراته كانت من عائلة اسمها عائلة سورناجا سورناجا كان هما اللي بيعملوا الفخار والصيني عائلة مصرية يهودية وكان لها شهرة عالمية يعني ممكن مصر تستخدم الميزة النسبية اللي لها سواء من الزراعة أو من المواقع الجرافية مناطق صاحلية مناطق صحراوية مناطق على شاطئ النيل الحقيقة اللي بنى العاصمة الإدارية واللي عمل شبكة الطرق المهولة صحيحنا في مصر جدا مش عارفين نمشي في الشوارع دلوقتي لكن بالتأكيد بالتأكيد بعد الستوشهر حتبك إنها حتة من أوروبا نتمنى ذلك الكباري والفلاي أوفرز واللي تحت حاجاتا مهولة والجهد خارق لا بد أن تجي إلى المصانع الراكدة أو غير الناجحة وفتح الباب مفيش بيعمل تنمية في العالم وتقدم إلا الصناعة هو النهاردة وده اللي كنت بقول إنه متصل ببدايتنا يعني أو مقدمتنا قبل محركة شرفنا اللي تم الإعلان عنه من خلال البنك المركزي والحكومة إسقاط الفوائد عن 5184 مصنع قيمة الديون 6 مليار وقيمة الفوائد اللي عليهم 31 مليار دي دفعة كبيرة جدا والله ما كنت أنا أعرف كده ومقتنى الموضوع كلنا نتكلم على دوق زي اللقاء الرئيس في دوميات مفهوم إنبارك أنا عجبني الضميطة وفرحته هو بيهم وهم فرحتهم معه فهمتني إن مصر فيها يعني potentialities كتير جدا ممكن تستفيد بيها